يهلا بكم متابعين الغوالي أينما كنتم اليوم سنتحدث عن عروس الحديقة عروس الحديقة وهي نخيل السيكس أو السايكس ها هي نبتتنا أو شجرة السيكس لدينا هذه النخلة الجميلة التي يقع جمالها في أوراقها الريشية الخضراء اليانعة اللامعة هذه النخلة تقريبا هي أغلى أنواع النخيل هي أكثرها جمالا هي عن جد بتحس أن فيها جمال خارق مميز عن كل أنواع النخيل وفي النبتات إذا أنت بدك تروع على حديقة مميزة أو حديقة بتحس فيها بالفخامة لازم تلاقي نخيل السيكس في هذه الحديقة هذه النبتة نبدأ الآن بإحتياجها وأسرارها وفك بعض شفرات هذه النبتة لأنها بتغلب بعض الناس عشان هيك أنا خصصت هذه الحلقة للحديث عن أسرار وتركات هذه النبتة أو هذه النخلة هذه النخلة تختلف عن النخيل يعني اللي عندنا نخيل التمر يعني بتختلف بشو؟ هذه النبتة بتحب المناطق المعتدلة ويعني بتلاقيها بتشمأز شوية مع المناطق شديدة الحرارة مثل العراق أو الخليج أو ما شابه لذلك دائما نضعها في المناطق الحارة في المناطق يعني شبه الظليلة أو المناطق التي تصلها الشمس الجزئي هي بتحب الإضاءة هذه النبتة يعني بتحب الإضاءة ولكن إضاءة تبقى إضاءة يعني قوية بعيد عن أشعة الشمس المباشرة هذه أول نقطة بالنسبة للمكان لازم أنت تحطه فيها يعني مثلا بنفعش حطها تحت أشعة الشمس المباشرة حتى في المناطق تقريبا يعني خلينا نحكي مرتفعة الحرارة قليلا إلى المعتدلة لأنه بسبب إلها احتراق في الأوراق واحتراق الأوراق بتلاقيه بيبدأ من المنتصف من هون وبيمتد هذا بسبب الحرارة المرتفعة لذلك دائما نختار أنت مكان مناسب للعلم يمكنك زراعها بالتربة مباشرة بالأرض مباشرة أو يمكنك زراعتها بالأصص أو بإصصيص كبير صغير أي حجم يتناسب مع حجم هذه النبتة تفضل التربة الخفيفة يعني مثلا خلينا نحكي التربة تكون 50% بتمس والخمسين الباقي خليط من الطين والرمل والكمبوست أو السماد العضوي هذا هو الوسط المناسب أو التربة المناسبة لهذه النبتة ما تنسى هذا الشيء نأتي الآن إلى الموضوع الآخر انتهينا من موضوع المكان المناسب إلها وإيش بسبب يعني إلها الآن ننتقل إلى الري هذه النبتة لا تحب الماء يعني خلينا نعتبرها من النباتات مش محبة للماء يعني هذه المية عندها بسبب لها تعفونات في الجذور اختناق في الجذور تعفن النبتة وممكن كمان يصبب إلى تلفها يعني نهائيا يعني راح تخسرها ليش؟ لأنه الجذور هذه النبتة خفيفة رقيقة يعني ما بتتحمى الرأي زيادة هذه النبتة تروى عند جفاف التربة تقريبا بشكل كامل اصحولي لهذه الشغلة يعني لما تحس التربة تبعتها جفت تقريبا بشكل كامل نرويها يعني فصل الصيف في المناطق الحارة بنرويها كل 5 إلى 6 أيام مرة أما في المناطق المعتدلة يكفيها كل 10 أيام مرة أما في المناطق المعتدلة بنرويها تقريبا كل أسبوع مرة في الربيع كل 10 أيام مرة في الشتاء لا تروى نهائيا خلينا أعرض لكم جذور هذه النبتة يعني طبعا هذه أنا يعني مثال خدتها لاحظوا الجذور يعني الجذورها يعني مش كثيفة وبتلاقيها لاف في القوار بالشكل المطلوب جذور خفيفة بتلاحظها لاحظوا التربة أنا اللي عندي ناشفة في الشي يعني أنا ما بروي في يعني في الوضع الحالي في الوقت هذا الخريف يعني بروي هذه النبتة إذا صحلها كل 15 يوم مرة يكفيها واللي الرأي بكون أيضا بكميات قليلة أما زيادة الرأي لهذه النبتة بتسبب لها تعفونت في الجذور أنت كوقاية كوقاية أنا بستخدم عادة الدرسين أو القرفة هاي الدرسين أو القرفة طبعا قرفة الطعام اللي بنستخدمها يعني كبهار للطعام كل شهرين حاول إيش بضع لنبتة بهذا الإصيص بهذا الحجم ملعقتين صغيرتين من القرفة أو الدرسين هاي ملعقة بحطوه على سطح التربة ملعقة ثانية لأنه أنا بدي أحافظ عليها هذه النبتة يعني العلم من النباتات الثمينة في موطنها أو في مواطنها اللي بتكون فيها هذه النبتة بتلاقي الأجداد أو الآباء بيزرعوا هذه النبتة كتوفير بعملوها كإدخار لأبنائهم تصوروا لوين يعني بيزرعوا هذه النبتة في حضائقهم في حضائقهم وفي مزارعهم بعملوها إدخار يعني إذا أنا بدي أدخر أموال لأبنائي بتلاقي زرعلك مثلا ألف شجرة من نخيل السيكس بيقول ليش لما نكبروا الأبناء لما نكبروا أبنائي بيجدوا عندهم ثروة تصوروا لوين يعني يعني فعلا هي سعرها باهض وبتستحق وبتستاهل ليش سعرها باهض لأنه هذه النبتة بطيئة في النمو أنا قطعت حديث الدرسين بس راح نكمل مع الدرسين خليكم هذه النبتة بطيئة النمو عشان هيك تلاقي أسعارها باهضة يعني ممكن شجرة بعمر عشر سنوات يصل سعرها مثلا لأكثر من ألف دولار يعني بهذا السعر ممكن كل ما زادت كل ما طبعا طبعا هي شجرة معمرة بطيئة للعلم هذه تبدأ بنمو الأوراق لها مرتين في السنة مع نهاية فصل الربيع وفي منتصف فصل الصيف بتلاقي الأوراق بتنمو إلها عشان هيك إحنا بدنا نركز في التسميد في هذه الفترة طبعا راح أعرض لكم أنا حطيت هنا الدرسين كوقاية لمنع أي تعفونات من الممكن أن تصيب الجذور أو أيضا كمعقم للتربة هذا الشغل مش شرط أنه أنا أزقيها مباشرة بموعد رايها برويها بعد الدرسين هذا يعني بالنسبة كوقاية إلها من أي مثلا إصابات بتصير أما فيه كمان شغلة الري إذا أنت رويتها من الأعلى يعني من القلب تبعها قلبها هانا من الوسط راح تلاحظ أنه صار عندك تعفونات وأي نموات جديدة راح تلاقيها تلفت لاحظوا هذه نموات جديدة هون هذه اللي أنتوا شايفينها هون هذه نموات جديدة تلفت ليش؟ تعرضت النبتة إلى الري من الأعلى من القلب دائما الري بكون يا أصدقائي يا أحبائي على التربة على التربة وإذا كانت هذه الشجرة عندك مزروعة بالحديقة بالأرض ابتعد عن جذع النخلة ابتعد مسافة يعني متر حسب حجم النبت ابتعد مسافة متر واروي على الطرف أما نهان دائما بس بروي للتربة وما ترش أوراقها بالماء يعني ابعد الماء عن كل الجزء سواء الأوراق أو قلب هذا النخيل ابعد الماء عنه لتفادي أي إصابات من الممكن أن تصيب هذه النبتة الآن نأتي إلى التسميد بنسمد هذه النبتات إذا إحنا بدنا يعني إذا أنا بحب هذه النخلة وبدأ أهتم فيها وبدأ أخليها تكبر بصورة سريعة وتلاقي الأوراق عندك يعني نمت بشكل كبير بدل ما تنمو عندك مثلا عشر أوراق لنبتة صغيرة بتنمو عندك مثلا عشرين استخدم السماد العضوي المتحلل طبعا تكلمت عنه كثير هذا سماد عضوي جاهز كومبست حيواني بجده في الصيدليات الزراعية في أماكن بيع الأدوات الزراعية هذا الكومبست يعني شجرة مثل هذه بقوم أنا بتسميدها بشهر واحد واثنين وتلاتي يعني ببدأ من تقريبا من منتصف فصل الشتاء حتى بداية الربيع كل شهر بعطيها مرة من هذا السماد يعني هذه نبتة زي هذه بتحتاج مني تقريبا متوسط خمسين جرام يعني بضع لها هذه ملعقة كبيرة بضع لها تقريبا زي ثلاث ملاعق ثلاث ملاعق من هذه يعني بكفيها لما حط السماد العضوي بحاول قلبه مع السطح السماد العضوي هذا يعني ما فيش بعد هيك يعني ما تحكيش بعد هيك أسمده يعني ممكن أنا ما أسمدها بس أعطيها السماد العضوي في الثلاث شهور اللي أنا حكيت لكم عنها خلاص بيصير عندها تربة جاهزة خصبة طبعا بعد ما أحط السماد العضوي بأقوم بالرأي بكمية قليلة من الماء يعني في الثلاث فترات كل ما أحط سماد العضوي بحط لها هيك شوية طمية هيك أنا انتهيت تقريبا من التسميد بإمكانك تسمد بأي أسمد متوفرة لديك طبعا بعد السماد العضوي أمان السماد العضوي أساسي يعني أنا بنصحك فيه بصراحة بنصحك فيه ومش بس للسيكس لا لكل أنواع نباتاتك ولكلها استخدموا السماد العضوي لأنه فعلا ما في بعد هيك بعد هذه الفترة بعد مثلا يعني خشينا في فصل الربيع وأيضا بداية الصيف وفترة النمو وفترة الانتعاش لهذه النبتة بنصح باستخدام سماد الحديد شيلات الحديد موضحة هون لكم في الأعلى أيضا تجدوها في صيدلات الزراعية برضو بزقيها كل شهر مرة تقريبا ببدأ معها من شهر تقريبا ثلاثة حتى شهر ستة بركز على هذه الفترة ليش؟ لأن هذه الفترة بتكون فترة نمو وأنتعاش يعني نمو للأوراق لهذه النبتة أما في هذه الفترة برضو مع سماد الحديد بإمكاني أستخدم سماد NBK يفضل يكون عالي النيتروجين شوية عشان يكون عندي نمو ورق أكثر أو إذا كان عندك متوازن عشرينات خمس طعشات طلت طعشات أي حاجة المهم بتسمد كل شهر مرة فقط بالقليل يعني دير بالك والتسميد لك زيادة برضو يعني مش نافع مش كويس دائما خليك أنت متوسط إحنا هيك ديننا وسط وبنحب الوسطية في كل شيء يعني خليك دائما معتدل هذا تقريبا كل ما يهم هذه النبتة طبعا تتكاثر هذه النبتة بطريقتين يا إما بطريق الفسخ أو التفسيخ أو الفصل عن النبتة الأم فسائل بتلاقي فسائل بتنمو جانب هذه الأشتال تلاقي إلها فسائل يفضل إنها تكون الفسيلة كبيرة يعني لما تظهر عندك قلب الفسيلة بإمكاني نقلها ووضعها في التربة وبدير بالي من الري شوي شوي خصوصا في هذه الفترة عند النقل وأيضا تتكاثر عن طريق البذور طبعا يمكنكم نقل الفسائل من هذه النبتة مع بداية فصل الربيع وطيلة فصل الربيع بإمكاني أنا نقل هذه النبتة وأيضا تتكاثر عن طريق البذور من منتصف فصل الشتاء وتقريبا حتى نهاية الربيع يعني كل ما يهم هذه النبتة لليوم نبتة محبوبة بصراحة بنصحكم فيها هي عروس الحديقة وإن شاء الله دائما تكونوا مزينين حضائقكم ولكم مننا كل التحيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته